دورة الفنادة معكم دكتور أحمل أبو النصر في محاضرة أونلاين هي المحاضرة الأولى في مادة المينيو انجينيرينج نعرف أن بعض الطلبة قد يكونوا يعني ما حضروش أو يعني ما يعرفوش الأكواد وين النهاردة المحاضرة الأولى إن شاء الله هنبتدي النهاردة إحنا أخذنا محاضرة فيزيكال في المعهل واتكلمنا فيها عن المادة والجزء للشق العملي والشق النظري تقربياً كمان الجدول نزل بتاع العملي يعني عشان أنت بعرفين الجدول العملي بتاع المادة دي ما عزمنا دكتور إسلام نزل فإن شاء الله بإذن الله من الأسبوع ده هيبقى فيه عملي يريد تتابعه الجدول لإني هيبقى فيه شقة عملي مع دكتور إسلام أنا يمكن المحاضرة الأولى عادت أتكلم عن المادة وتاني توزيع دراغتها وتوزيع فصولها والأجزاء اللي بضغطها المادة وقلت إن المادة بضغطي ثلاث أجزاء الجزء الأول كان بيتكلم عن النوتريشن أو التغذية الجزء الثاني بيتكلم عن المينيو والقانسبتوف مينيو وطايبوف مينيو والكلام ده وكتابة القائمة كل ما يخص القائمة ثم الجزء الأخير كان بيتكلم عن جزئية الهندسة وعرفنا دي مسمى المادة دي هي الهندسة يعني عرفنا للفكرة بتاعت كلمة إنجينيرينج أو شرحناها بالتفصيل نحن أيضا هنبتدي الفصل الأول اللي بيتكلم عن الغذاء والتغذية بيتكلم عن الغذاء والتغذية هنبتدي مع بعض إن شاء الله بإذن الله طبعا كالعادة بالمقدمة دي بتبقى مقدمة للفصل هنروح مباشرة لفنكشن أوف نيترينز لفنكشن أوف نيترينز أو هضطر إن أنا يعني هقول مقدمة بسرعة كده هي مش مقررة ولكن قد ما هي بتبقى كنوع من أنواع الانترو دكشن للفصل تعالى نروح لنعمل شير بس اللي إحنا عايزين نشرحه طبعا هنعمل شير اللي أنا عامل باوربوينت وعامل الكتاب بس هنضطر إن إحنا نشرح من الكتاب عشان قاطر في بعض الطلبة بيبع عندها مشاكل في الترجمة فهنضطر إن أنا أشرح من الكتاب طيب عملنا شير للكتاب هتلاقي عند حضرتك في صفحة 11 حاجة اسمها الشابتر 1 الفصل الأول food and nutrition اللي هو الغذاء والتغذية الرقم واحد أو رقم واحد اللي هي الانترو دكشن مقدمة لهذا الفصل food and nutrition الغذاء والتغذية are regarded as one of the essential aspect يعتبر من الضروريات أو الحاجات الأساسية اللازمة ليه that lead to effective growth مش هننمو مش هنكبر بدون أن لما نناكل ما فيش حد بيتمو كده لازم يكون فيه غذاء ينمو من خلاله الإنسان and health and well-being وتبقى كمان بصحة جيدة بصحة إجماليا صحة عامة جيدة food provide the individual with the energy الطعام بيمد الأفراد أو الأشخاص بالطاقة that's the need in the implementation of tasks and activities اللي من خلالها تقدر تقوم أو يقوم الجسم بالوظائف الحيوية وبناء عليه أنت كمان تقوم بالأنشطة أو الوظائف بتاعتك in addition بالإضافة the individual are able to treat various health problems and illness وكمان يستطيع الشخص أن يقاوم الأمراض المختلفة النهاردة لما بنعيه بناخد مكملات غذائية لما يكون عندك برد بتاخد فيتامين سي لما يكون عندك مشاكل في العظام بتاخد فيتامين دي هكذا فحصولك على الغذاء من خلال عناصر الغذائية بيخليك تقوم هذه الأمراض there are numerous food items هناك العديد من الأطعمة which are consumed by individuals اللي بيستهلكها الأشخاص والأفراد in accordance to their licking and preference كل واحد بيأكل اللي بيفضله واللي بيكون مقبول من نسباله in some cases في بعض الحاجات the individuals are pure vegetarian في بعض الحالات بيكون فيه أشخاص vegetarian vegetarian يا شباب أو poor vegetarian اللي هم النباتيين تماما اللي ما بيأكلوش أي حاجة فيها الحوم أو ألبان أو أي منتج بيتم إنتاجه من خلال الحيوانات دي بنسميهم poor vegetarian and refrain from consumption of non-vegetarian food items وبيبعدوا عن أي حاجة مش نباتية whereas in order cases they consume simple meals وبيأكلوا أجبات بسيطة كده comprising of milk, fruit, bread and vegetables and so forth بيكون بيأكلوا الناس النباتيين دول بيأكلوا بعض الفواكه أو بعض الخضروات وفي بعض الحالات بيأكلوا ألبان في ناس نباتيين تماما ودول هنتعرض لهم في الفصل التالي في أنواع القوائم هنتكلم عن إزاي تعمل قيمة للنباتيين ولازم تعرف أن النباتيين دول لهم أنواع ناس متشددة جدا وناس متوسطة وناس يعني ما بتاكلش الحوم بس يعني تعرف أن فيه ناس بتمنع اللحوم وبتمنع البيض وبتمنع اللبن فيه ناس بتاكل بيض لكن ما بتاكلش لبن وما بتاكلش لحوم فيه ناس بتاكل لبن وبتشرب لبن وبتاكل بيض بس ما بتاخدش لهم انا اعرف التفصيل افتاعتهم دي ان شاء الله في الفصل الرابح The health condition of the individual are regarded as vital صحة الاشخاص تعتبر شيء اساسي وضروري that enabled them to make a selection of the full item they want to consume وبيكون بناء على اختيارهم للاطعمة اللي هما بيفضلوها On the other hand على النقيد او على الجانب الاخر skipping a meal and obtaining from the consumption of food items في حالة ان انت ما بتاكلش او بتهرب من الاكل او مفضل للاكل providing essential nutrients cause a health problem بيمنع عنك العناصر الغذائية لو انت ما بتاكلش كويس او بتاكل بعض الاكل وتسيب بعض الاكل ده بيسبب لك مشكلة اني ما بتاكلش العناصر الغذائية الكاملة ينتج عنه اني هيسبب لك health problem and illness هيديك مشاكل صحية وهيسبب لك الامراض therefore ولذلك the individual belonging to all ages group الاشخاص في مختلف الاعمار قمية نتز المجتمعات categories المستويات and background واي خلفية سواء ثقافية او دينية need to pay adequate attention toward their diet and nutrition in regular pieces المفروض الاشخاص بمختلف مجتمعاتهم واعمرهم وديانتهم ومستواهم العلمي والثقافي والمادي الى غير ذلك كده ياخدوا بالهم قويس قوي من نظامهم الغذائي والاكل اللي هما بيكلوه طبعا ليه عشان زي ما قلنا نقدر نقوم بالتاسكس والاكتيفتز بتاعتنا عشان نافويد health problem and illness ونمنع الامراض food and nutrition is regarded الغذاء والتغذية هم بمثابة one of the indispensable aspects which lead to effective growth and development ودي قزية دي كلمنا عليها من شوية هي ان الغذاء والتغذية ضروري وأساسي لانه هو بيؤدي الى النمو يؤدي الى النمو the individual belonging to various age group categories and the background need to obtain the attention nutrients وده اللي انا كنت بتكلم عليه من شوية ان الاشخاص باختلاف خلفيتهم وثقافتهم وكل حاجة محتاجين ان هم يكلوا ملاهاش دعوة بالغنى والفقر ملاهاش دعوة بالتوجه الاكل شيء اساسي ومتطلب حياة which are good the curriculum in boosting the energy level لان الاكل ده هو اللي بيديك الطاقة عشان تتحرك فكر كده تصوب معنى الاكل هتموت لو تقعد يوم لو تقعد اتنين هتلاقي حتى الجهد بتاعك بيقل لو انت مفترتش هتلاقيك النهاردة جاي بعد 3-4 ساعات الجهد بتاعك بيقل بعد 5 ساعات بيقل لحد ما يجيلك هبوط ليه لان الاكل هو اللي بيدي الانيرجي الانيرجي الطاقة وبالتالي الاكل متطلب باساسي عشان يدينا الانيرجي اللي بنقدر نقوم بيها بالتسكس والاكتيفتز المطلوبة عشان تأفويد هاتف البروبلم بيخليك انسان صحي بيخليك تنمو بشكل جيد بيخليك ان انت لا تمرض يعني انت لما تتبع نظام غذائي متوازن تاخد في كل العناصر الغذائية اللي نتكلم عليها بعد شوية دي بيقلل عندك نسبة المرض وتبقى انسان صحي على النقيد او على الوجه المغير لما بتكون ما بتكل شي او بتاخد اكل بين جزء وتسيب جزء او من عنصر وتسيب عنصر ده بيخليك في يعني يؤدي الى الامراض ويجي لك المرض فبالتالي احنا محتاجين يبقى عندنا نوع من الواعي التوازن في النظام الغذائي دي كانت مقدمة عشان كده اشرحتها بسرعة يعني حاجة مش هسية بسيب تديك فكرة عامة عن الطعم الفانكشن او في نوترينز احنا عندنا يا شباب ستة عناصر غذائية كام عنصر ستة عناصر غذائية ايه هما؟ هما الكربوهيدراتس نشرف العربي لأول عندنا اي اكل بتاكلوا اي اكل سواء كان في البيت في المطعم في اي في الدنيا كلها وتكون من ستة عناصر الكربوهيدراتس والبروتين والفيتامينات والاملاح المعدنية والدهون والميا دول ستة عناصر تاني عندنا ستة عناصر في اي اكل في بيت في سمك في لحمة في جبنة في عيش في بطاطس في اي نوع اكل عندنا ستة عناصر كل عنصر من دول في اكل معين بيبقى نسبته عالية فيه يعني لما تاكل عيش مثلا يديك كربوهيدراتس لما تاكل بطاطس يديك كربوهيدراتس لما تاكل تشرب لبن مثلا على سبيل مثال يديك فيتامينز بشكل كبير ويديك منرارز املاح معدنية لما تاكل لحوم يديك بروتين لما تاكل نوع من انواع مثلا التشيبس بيبقى في نسبة فاتس وفي نسبة كربوهيدرات ما فيش اكل بيبقى في كل العناصر الغذائية نادر جدا قد يكون البيض هو الاشمل او زي ما يعني ما قرأنا في بعض القطب البيض هو العنصر الغذائي الذي يحتوي على العديد من العناصر وقد يكون يليه التمر ولكن في العموم ما فيش عنصر غذائية ما فيش طعام يحتوي على ست عناصر غذائية متكملة غير لبن الام بالمناسبة لبن الام هو الوحيد او العنصر الغذائي الوحيد الذي يحتوي على الطفل لما بيرضع لبن امه بيبقى هذا اللبن سبحان الله يحتوي على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الطفل وهي ست عناصر قدامنا طيب نروح للكلام ونبدأ نمسك عنصر عنصر عايزين نعرف هذا العنصر كيف مما يتكون هذا الجزئية الاولى وعايزين نعرف كمان العنصر ده ايه اللي يحصل لو خدنا كمية كبيرة منه وايه اللي يحصل لو احنا خدنا كمية اقل منه وايه اللي يحصل لو احنا يعني او ايه الكمية المفروض الكمية المفروض ناخدها من كل عنصر غذائي طيب نروح للمقدمة the food الطعام which are you the in the daily lives اللي بنستخدمه في حياتنا اليومية او اللي بنستهلكه في حياتنا اليومية وبياكلوا الافراد يعني في حياتهم اليومية include يشمل على سبيل المثال rice rose cereal حبوب bread rice vegetable fruit fruit milk leban eggs fish eggs البيض fish السمك الميت اللحوم الشجر اللي هو السكريات البطر اللي هي الزبدة oil اللي هو الزيوت عند الصوفر دي على سبيل المثال عايز اقول اي اكل بيكلوا البني ادم يوميا صحة قد يكون غز حبوب عيش فواكه خضروات لبن بيت سمك لحمة سكر زبدة اي اكل او اي اكل تاني هذه الانواع المختلفة بتتكون من عناصر كيميائية غزائية تسمى العناصر الغزائية يعني اي اكل انت بتاكله في الدنيا ما هو الا عبار عن مجموعة من العناصر الغزائية لها التركيب هي بنسميها العناصر الغزائية هؤلاء 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 نصنفهم تبقى لتركيبهم الكيميائي الى 7 مجموعة نتر لهم سبع عناصر الغزائية اللي هي number one الكارباهيدرات number two البروتين الكارباهيدرات سبعناها الكارباهيدرات بروتين البروتينات الفيتامين اللي هي الفيتامينات منرز نصب بيها الاملاح المعدنية كالسام حديد زينج فوسفو ايا كان الفاتس اللي هي الدهون وهنا نعرف ان الدهون دي منها يعني بعض الناس ما بتفضلش كلمة فاتس وتقول عليها اللايبتز واللايبتز عبارة عن فاتس عند اويل يعني قد تقرأ في بعض الكتب وهي مصطلح صحيح برضو مصطلح بدل كلمة فات هتلاقيه كلمة تانية اللي هو اسمها المصطلح اسمه اللايبت يبقى اللايبتز والفاتس واحدة يا شباب اللايبتز والفات واحدة ما عندناش مشكلة في المصطلحين ثم الووتر دهاش نستغل عن المية بالمناسبة رغم ان احنا مش هنشرح المية وهندلها تفاصيل كتير وده لأهمية المية خلي بالك لو جعلنا من الماء كل شيء حي ولكن احنا بنعرف ان هو كمكون اساسي من مكونات الطعام هنشرح يمكن تصنيف هذه العناصر الستة إلى عناصر بنستهلكها بكميات كبيرة و مايكرو مايكرو دي حاجة صغيرة مايكرو نيترينتز الحاجات اللي احنا بنستهلكها بكميات قليلة مايكرو نيترينتز اللي هي العناصر الغذائية اللي بنستهلكها بكميات كبيرة بنستهلكها بكميات كبيرة بينما مايكرو نيترينتز الحاجات اللي هي الصغيرة دي عرفنا ان السبع حاجات دي او السبع عناصر الغذائية دي يمكن تقسمهم إلى يمكن تقسمهم إلى مايكرو نيترينتز ومايكرو نيترينتز طيب بالنسبة يعني عديك مثال عشان تبقى فاهم الجزئية دي يعني مثلا الفاتس الفاتس تندرج إلى حاجة اسمها المايكرو نيترينتز الفاتس بتندرج تحت حاجة اسمها المايكرو نيترينتز مايكرو نيترينتز ليه لان احنا بناخدها بكمية صغيرة عكس حاجة زي الكربوهيدراتس الكربوهيدراتس بناخدها بكمية كبيرة فدي اسمها مايكرو نيترينتز بناخدها بكمية كبيرة حتى نأكل عيش رز فطاطس بناخد بكمية كبيرة عكس الفاتس الفاتس باش ناخدها اصلا نقدر نقول ناخدها بكميات قليلة جدا او شبه معدول نروح لأول عنصر وهو عنصر اسمه الكربوهيدراتس الدلع بتاعها يا شباب كرب التانية دكتور الكربوهيدراتس معناها الكربوهيدراتس بعض الناس يمكن ان نطلق عليها كلمة كارب يمكن ان نقول عليها كلمة كارب خطسار يعني اول اربع حروف منها يعني نوع من انواع العناصر الغذائية اللي بتتاخد بكميات كبيرة وبتبقى موجود في بعض الاطعمة بشكل كبير فاول ان تبقى موجودة في بعض الاطعمة والمشروبات بالنسبة كبيرة الشجر السكر والستارش اللي هي النشويات الكاربوهيدرات يبقى الكاربوهيدرات لها ثلاث مكونات لها تري كومبنونت الكومبنونت بتاعها هي النشويات الفايبر اللي هي اللي بسمها برضو بالعربي اللي احنا نسميها الألياف المسمى الصحيح لها الألياف ر كاربهيدرات يبقى دول التلات المكونات السكريات والنشويات والألياف هي المكونات الثلاثة لكلمة كرباهيدرو يعني احنا ما عندناش كرباهيدرو لكن عندنا نشويات عندنا سكريات وعندنا pusver Viber St 열 and sugar are essential for nutrients that the body turns glucose الجسم بيأخذ الحاجات دي اللي هي النشويات والسكريات والألياف ويتم تحويلهم إلى جولوكوز جولوكوز الجولوكوز ده هو اللي بيدينا هو اللي بيدينا هو اللي بيدينا الطاقة عشان نقدر نقوم بالوظائف أو يقدر الجسم يقوم بوظائفه وانت كمان تقدر تقوم بالأنشطة بتاعتك يبقى بيتم التحويل الثلاثة إلى جولوكوز وعشان يدينا الطاقة عشان نقوم بالوظائف المختلفة كامبلكس كاربس احنا عندنا الكاربس هتنقسم إلى سيمبل كاربس وكمبلكس كاربس ايه بقى دكتور الكلامنا الكمبلكس كاربس اللي هي اللي احنا بنسميها الكربوهيدرات المعقدة التي تحتوي على أكثر من تكوين أو من ذرة يعني البطاطس دي ده نقول عليها كامبلكس كاربس بعكس مثلا بعض الأنواع بنسميها سيمبل كاربس زي السكري اجيب بس طبعا شيء بيدياني شخصيا جدا لكن انا اعمل ايه خارج الحدود وقدرات المكان يعني اقرب عطها خارج هجيب بس للمحاضرة طبعهيدرات المعقدة طيب هاي انا كنت بتكلم وقفنا عند الجزئية دي اللي قلت فيها الفايبر والستيرش اللي هي الياف والنشويات والسكريات are essential food nutrients that body turned into جولوكوز وانا ان الجسم بيحول تلت حاجات دول لجولوكوز والجولوكوز ده هو اللي بيدينا الطاقة الكمبلوكوز قلنا اني الكرباهيدرات بشكل عام عبارة عن كومبلوكوز انتسامل كومبلوكوز بتبقى موجودة في الفروت في الفيجتبول والهول جرين بروديكت اللي هي الحاجات النتيجة من الحبوب الكاملة الهول جرين بروديكت are less دا ما بيعليش اللي هو ضغط السكر او مستوى السكر في الدم exactly ذا نصمب الكاربوس اللي هو عكس السكريات البسيطة لو كاربوس دائت لك كيتو كان بهاين فات طيب سبنا من الجزئية دي خليني أشرح لك الموضوع ببساطة احنا عندنا الكارباهدرات بنقسم الشقين من حيث التكوين الكيميائي بتاعه عندنا حاجة اسمها سيمبل كاربوس اللي هي الكارباهدرات البسيطة وعندنا حاجة اسمها كومبلكس كاربوس اللي هي السكريات المعاقدة السيمبل كاربوس بتبقى موجودة في الشجر وال كومبلكس كاربوس اللي هي السكريات الشجر اللي هي السكريات وال كومبلكس كاربوس بتبقى موجودة في النشويات الفرق الفرق اني الكمبليكس كوربس بياخد وقت طويل عشان يتحرق او يتحرق وتحول لكولوكوز الجسم بيخزنه وبياخد وقت طويل اما السيمبل كوربس بتدي طاقة فورية لانها بتكونها الكيميائي بسيط ديك مثال تفهم منه لما حد بيجيله حالة اغماء ما بروحش نديله صندوقش بطاطس بروح نديله ماء بسكر او نديله حاجة زي عصير ليه لانه دي سكريات سكريات بتحول لكولوكوز بسرعة لطاقة فبيتحرق بسرعة في الجسم فيبدأ يفوق عكس لما اديله عيش كمان انت لما بتبقى صايم مثلا سواء كان الصيام الانقطاعي او الصيام الكزئي بناكل فول ناكل عيش ليه لانه بيخزن وما بيتحرقش بسهولة بياخد وقت طويل عشان يتحرق عشان يتحول يتحول لكولوكوز بياخد وقت طويل عشان يتكسر يارب يكون الجزئية شرحتها يعني وفهمتون يعني بيقول examples للكربوهيدرات في الأطعامة يعني مثلا هتلاقي نشويات موجودة في البقليات والسكر موجود في حاجة زي الفكهة موجود في الفكهة او موجود في يعني السكر القصب والكلام ده الكربوهيدرات ذات are not stored immediately for this purpose are stored as a gelcogen are converted to fat and stored to uh mobilized for the supply of energy which when needed يعني ايه الكلام ده نمشي جزئية جزئية او خلينا نشرح لك بالعربي وبعد كده رح لك للتركب بتالنهار ده اكلت كمية كبيرة من الكربوهيدرات وما حرقتش الكمية دي ايه اللي بيحصل كربوهيدرات دي بتتخزن في صورة جلايكوجين الجلايكوجين ده بيتحول لدهون والدهون دي بتتراكم في الجسم ولما بتحتاجها لو انت اخذت الكربوهيدرات سأكل بتتحرق مش فاهمها دكتور بتطعكم حراك محتاج الف صورة حرارة اكلت حضرتك عيش وبطاطس واكلت رز واكلت مش عارف ايه اديك الفين صورة حرارة الالف الزيادة ده اللي بيحصل فيه انت بتحرق الف تمت تكلت الفين الالف ده يبدأ يتحول لحاجة اسمها جلايكوجين طيب والجلايكوجين بيتحول لدهون تقوم تعمل كرش تقوم تدرب اللي انا كنت بقول لك عليه في المحاضرة اللي فاتت ليه لاني انت ما بتحرقوش طيب لو انا زي مثلا ما يكون في حالة الصيام انا ما بقولش بعيش ازاي بتعيش عن طريق الدهون المتخزنة داخل جسمك بيتم حرقها واستدعاها عشان تديك الباور عشان كانت تلاقي الناس اللي بتعمل ضايت او بتعمل يعني نظام غزاية كلمة ضايت معناها نظام غزاية عشان تخس تلاقيها بتاكل كمية من الطعام اقل من احتياجاتها عشان تديها صعرات حرارية اقل من احتاجاتها يعني هو محتاج الف يأكل خمسمائة طيب الخمسمائة المتبقين ده هو كالاكل يدلو خمسمائة صعر حرارية الخمسمائة الباقيين دول يجبهم منين يجبهم من الدهون المتراقمة او المخزنة للجلايكوجين اللي تحولت لفات وترقمت في جسم الانسان وبالتالي بيتم ان جسمه ينزل هي دي الفكرة بتاعة الكارباهيدرات يبقى الكارباهيدرات ذات ار نوت ستورد ام ديكلي الكارباهيدرات اللي لا يتم استخدامها او يعني حرقها اللي بيحصل بيها فورزس بوربوس ار ستورد ازا جلايكوجين بيتم تحولها لحاجة اسمهش لايكوجين او تحولها لحاجة اور كومبرت توفات بتتحول لدهون اندستورد توبو موبلايز فور سبلايوف انيرجي والنيدد بيتم استدعاءها او لما انت بتبقى محتاج لها بيتم تم حرقها زي حالة الصيام كده لفترة طويلة ما تصحرتش هتموت لا اللي بيحصل بيتم حرق الدهون الموجودة في جسم الانسان كارباهيدراتس كان رينجي فروم السمبل مونسكرايد تو لارج كومبلكس بولي سكرايد ايه بقى الكلام ده كارباهيدراتس يا اما في شكلها البسيط بنسميها مونو مونو دي كلمة لاتينية معناها احادي سكريات مونوسكرايد وديسكرايد وبوليسكرايد لا دكتور احنا مادة انتوف ولا توف ولا حيك الكارباهيدراتس اما بتتكون من مونوسكرايد مونوسكرايد اللي احنا نقصب بيها الخلية الوحدة طيب والخلية الوحدة دي لو معها خلية كمان بتتحول لحاجة اسمها ديسكرايد ديسكرايد يعني طعام او مزدوج الخلية سكريات مزدوجة اما البوليسكرايد متعدد المكونات او الخلاية خلاص طيب يبقى السمبل يبقى مونوسكرايد واللارج او الكمبليكس يبقى بوليسكرايد يبقى احنا اروبوت ديب دي المونوسكرايد وحاجة دي عبارة عن ايه سمبل ولا كامبليكس لا يبقى سمبل طيب والبوليسكرايد عبارة عن كامبليكس لانه متعدد الخلاية يبقى معقد زي النشويات الموجودة في البطاطس زي النشويات الموجودة في البسلة زي النشويات اللي موجودة في العيش دي اسمها كامبليكس ليه كامبليكس لانها اكتر من مونو او احنا نسميها بولوسكرايد الوظيفة الاساسية للكرباهيدرات الوظيفة الاساسية للكرباهيدرات هي انداد الجسم بالطاقة وكمان بروفايد في ليفر وستراكتشور ان تيكتشور الفود وبيديها ليها ملمس وبيديها ليها زي التيكتشور اللي هو الحجم بتاعها كده ده وظيفة الاساسية للكرباهيدرات يبقى the main function of carbohydrates is provide energy needed by the body هي دي الوظيفة الاساسية احنا بناخد الطاقة من البروتين اه بس دي هنعرفها انه البروتين ليس لامداد الجسم للطاقة ده اختيار رقم 3 لكن the main source of body the main source of energy for body هتلاقيهم حاجتين اعرفينهم حاجة دلوقتي اللي هي الكرباهيدرات وهتلاقي بعض الكرباهيدرات في الفاتس بل بالعكس الفاتس بتدي نسبة اعلى من السعرات الحرارية ولكن مش محبز ان احنا ناخدها بصورة كبيرة مطلق بطي نفسك خلينا ماشيين واحدة واحدة اني البرائماري فانكشن الوظيفة الاساسية والاولية والابتدائية للكرباهيدرات is to provide energy needed by the body وهي هو امداد الجسم للطاقة اللذمة وهي بيدي له يعني ذي نكهة بتاعته نكهة يعبارة عن جزئين جزئة مكون من الرائحة والطعم بتدينا حاجة اسمها الفلفر والاستراكاتشل عن تكيتشل الفوت يبقى بتدينا الشكل والرائحة خلاص طيب نروح لي الجزئية اللي بعد كده اللي هي اسمها ايه اسمها درار تري مين طايف اف كارباهيدرات اللي انا شرحتها من شوية ولكن انا شرحتها تفصيليا ايه هي مكونات الكارباهيدرات الكارباهيدرات زي ما قلت اول مكون انا قلنا اني فيه تلاتة اللي هم ايا شباب افتكرهم مع بعض كده نقول بالعربي السكريات والنشويات و ايه تاني والالياء طب بالعربي نروح للمكون نمبر ايه او رقم ايه شجر شجر are a type of simple carbohydrates يبقى خلي بالك السكريات هي احد نمازك الكارباهيدرات البسيطة ولا المعقدة البسيطة are a type of simple carbohydrates your body break down simple carbohydrates quickly ده اللي انا كنت بشرحها من شوية ان جسم الانسان بيحول السكريات الى طاقة بسرعة شديدة بتحترك بسرعة شديدة وديتك مثال على كده لو حد جاله اغمة ما بندلوش بطاطس ما بندلوش عيش ما بندلوش فصولة ما بندلوش بسلة ما ديه كارباهيدرات ما ايه بندله سكريات السكريات دكتور نوع من انواع الكارباهيدرات ايه الفرق ان هو سمبل كارباهيدرات طيب سمبل كارباهيدرات يعني مونه سكريات يعني بتحرق بجسم الانسان بشكل بصورة سريعة اذا ريزلت ونتيجة لذلك بلود شجر نسبة السكر في الدم بتاع له اندروب وبتنزل تاني بعد فترة زي ما واحد كده يكون جعان فياكل قطعة بقلاوة او قطعة كنافة او اي ديزيرت في نسبة السكر عالية تديله باور بعد كده يشعر بهبوت يبقى عايز نام كده او تعبان هو ده السكر بتحرق بسرعة جدا فبالتالي لما بتحرق تبقى محتقتك جديدة او طاقة يتعلي مستوى السكر في الدم وده كده يجيلك هبوت بسرعة كمان بعد استهلاكك للاكل اللي بيحتوي على سكر يمكنك انفجار في الطاقة تشعر بالتعب يعني انفجار في الطاقة تشعر بالتعب واحدة يعني لما تكون كعان على فترة طويلة وتاكل تحس ان انت عايز تنام ليه بتبقى عايز تنام؟ لاني الاكل بتحول لانيرجي او طاقة سكر فبيرفع مستوى سكر الدم وبعد كده يهبط بتحس ان انت تعبين او عايز تنام لص؟ طيب هناك او طاقة سكر السكريات بشكل عام سفرزها عن تركيب الكيميائي بتاعها هي لها نوعية ناتشرالي ناتشرالي يعني جاي من الطبيعة ربنا حبك بيها كيورينج الشجر زي سكر الفكهة زي سكر اللبن يعني حتى لما تيجي تغلي لبن كده لو سبتم تلاقيه متكون مادة مقرملة كده على الكانكة اللي بتعمل فيها او الكزرول اللي بتغلي فيه اللبن ده اسمه سكر اللبن ده سكر طبيعي زي سكر زي سكر وكل الفواكه بتحتوي على سكر الفكهة ده سكر طبيعي طيب زي سكر المضاف او السكر الصناعي الارتيفشيال اللي انت نحل بالشاي حتى تعال نشوف الترجمة ساتشا اذو سفاونين سويتس اللي بتبقى موجود في السكريات اللي كانت فوت الفواكهة المعلبة جوسا صودة العصير حتى العصير ذا بالمناسبة يعني تلاقي موجود العصير منه شرب ومنه نقطار وانه يعني عصير طبيعي طبعا اغلاهم العصير الطبيعي ويليه النقطار واسوقهم اللي ايه الشراب الشراب ده عبارة عن ماء بسكر وبندي له نوع من انواع نكهة مثلا التفاح او نكهة المنجة وسيء جدا هو عبارة عن ماء بسكر اصلا يعني طيب ده نحط له سكر مضاف ها سكر معل الفروض كان ان جوس او اغلاق او شغر فري سودة اتقل لك يعني حاول تتجنب السكر المضاف قدر الامكان يعني تلاقي بعض حاجات او لك خالية من السكر زيلو شجر احتنا تلاقي الناس اللي بتعمل نظام غذائي عشان تقس ان في نظام غذائي عشان تدخن وفي نظام غذائي عشان احد عنده محافة بيدخن او حد عنده سبنة عايز يقل فتلاقي الناس اللي بتعمل نظام غذائي دايت او ريجيم عشان تقل في الوزن دايما يقوله خد شجر فري او ديرو شجر شجر فري او ديرو شجر يعني زي يقولك بيفسي دايت وطبعا او سيفنوب دايت او اي حاجة معلبة دايت ويصب بيها ان هي بفهاش نوع من الانواع السكريات المضافة طيب الجسم بيتعامل مع السكريات وفي حد معنا يا شباب حد دخل معنا شايف حد فيه اضافة كده حد دخل معنا شايف حد بصراحة طيب نرجع نستكمل المحاضرة الجسم بيتعامل مع السكريات بشكل واحد يعني سواء كان naturally or added artificial يعني your body processes all sugars the same يتعامل مع كل السكريات بشكل واحد it can not tell the difference between natural and added sugar نترش نقول ان في فرق في الدهو ده but along with the energy food with natural sugar provide vitamin minerals and sometimes fibers هو عايز يقول بالتأكيد ان السكر الموجود الطبيعي سواء تاخده في فكهة سواء تاخده في مشروب طبيعي زي اللبن على سبيل المثال بيكون معاه بعض العناصر الغذائية التانية يعني مثلا او انت اخدته في لبن او في فكهة بتلاقي في فيتامين في الفواكه دي ويبقى فيها فيبر وانت اخدت بورتغان عارفين الخيوط دي دي الألياف دي الفايبر بالمناسبة دي الفايبر ويبقى فيها بعض الأملاح المعدنية طيب ده المكون الأول من مكونات الكاربا الكاربس او الكارباهيدرات المكون التاني يا شباب اسمه اسمه ستيرشيس او ستارشيس يعني بعض الناس بتنطع ستيرشيس وبعض الناس بتنطع ستارشيس whatever بصرف النظر عن البروناونس بتاعها الستارشيس دي ارى كومبليكس كارباهيدرات خلي بالكو الشوغر كارباهيدرات تاني الأسئلة ممكن تيجي هنا الأسئلة ممكن تيجي هنا أقول لك الستارشيس دي ارى السمبل كارباهيدرات سأقول لك غلط الستارشيس دي ارى كومبليكس كارباهيدرات السمبل كارباهيدرات بالتالي بيبقى في أكتر من زرة قد تصل لآلاف من الخلايا وعشان كده نسميه نسميه يا شباب نسميه كومبليكس خلاص ستارشيس يجب أن تحضر السكريات إلى شجر لإستخدامهم لإنسان بيحول النشويات دي لسكريات بس بتبقى سكريات معقدة يبقى هي معقدة وجسد الإنسان بيحولها لسكر أو السكر الجلوكوز اللي نسميه الكلوكوز يعني عشان يدينا الإنسان السكريات تشمل النشويات بتشمل العيش سوريا الحبوب أند باستا المعجنات لأن المعجنات كلها بتصنع من الدي بصرف النظر عن أي نوع منها المعجنات بتصنع من الدي They also include certain vegetables وبتحتوي على بعض الخضروات يعني الفكهة like potato like potato peas peas بسلة والكر نضرة يعني البوتاتوس دي حتى بالمناسبة لما تكون البطاطس في نسبة السكر فيها عالية تلاقيها بتتحرق في الطاصة يقولك دي مش حلونة إحنا المصطلح الشعب يبقى لك حلونة حلونة لأن البطاطس ببقى نسبة السكر فيها عالية لما البطاطس الألية الألية بدي بقى النشويات فيها عالية جدا وده اللي بتفضل طيب كمان البسلة دي كمسات يعني انت لو جبت البسلة كده وهي لم تكتمل نموها 100% هتلاقيها مسقرة لأن النسبة تكلها كده تفرطها وتكلها لأن نسبة السكريات فيها عالية لما تسيبها بعد شوية هتلاقي نسبة النشويات فعالية ومتش مسقرة يبقى لأن اللي تنين بيندرجوا تحت بند يسمو بند الكاربس طيب دي المكون رقم ب مكون رقم سي اللي هو الفايبر إنه قمبل كاربوهدرات أيضا يبقى عندنا مكونات تلاتة للكاربس الفايبر وعندنا السكريات وعندنا الشوغر الشوغر هي ا唯一 من ينفع كاربوهدرات نحن نقدر نقول عليه كاربوهدرات بسيطة أما الفايبر والستيرش نقدر نقول عليها كاربوهدرات كاربوهدرات معقدة لأن هي بولي السكريات بتحتوي على العديد من زرات السكر بداخله يور باري كانت بريك داون موس Hudson اللي القلي ED يا شباب القلي لا تمدي جسم الإنسان بنسبة عالية من الطاقة تمدي جسم الإنسان بنسبة ضئيلة من الطاقة تاني القلي لا تمدي جسم الإنسان بنسبة عالية من الطاقة ما بتعمل إيه لأ بتمد جسم الإنسان بنسبة ضئيلة من الطاقة لكن الألياف لها دور كبير جدا في تسهيل عمليات الهض ولها دور كبير جدا في الحماية من كتير من الأمراض خصوصا كنسر المعدة وما إلى ذلك الالياف اللي بتبقى هي عبارة عن الخيوط لو كانت جبت برطقان كده وعصرته بعد ما تعصره كده تلاقي فيها زي خيوط كده الناس بترميلها ده خطأ كرباهيدراب سوري الفايبرز لها دور فيه أنها تشعرك بالإشباع لما تكل خص كده الخص مثلا ما هو إلا فيبر ومية ما هو إلا ألياف ومية تلاقي يعملك عملية ملء للمعدة حتى لو أنت بتروح لدكتورة عشان تخس يقول لك قل خص فالخص بيعملك عملية ملء للمعدة بيعمل بطنك وبالتالي بيعملك شعور بالشبع مش عايز تأكل تاني في حيني أنه هو مش بيديك طاقة بيديك نسبة ضئيلة جدا من الطاقة أن جسم الإنسان كانت بريك داون مستفايبر ما يقدرش يعمل لها عملية تحويل أو يقصرها أو يحولها إلى إلرشي لذلك أنت تأكل أطعمة غنية بالألياف يشعرك بالشبع and they make you less likely to overeat وما خليكش تأكل كتير ما خلاص بطنك اتملت ألياف تأكل تاني ازاي ضئيلة جدا من الطاقة or have other health benefit النظام الغذي اللي في نسبة عالية من الألياف بيكون لي منافع وفوائد كتيرة جمع عديدة they may help prevent stomach or intense shell problems such as constipation constipation اللي هو بشكل المعدة يعني بيقولك أن أنت لما تاخد نظام غذائي بيحتوي على الألياف بيكون لي يعني نوع لي فوائد كتيرة أشهر هذه الفوائد طبعا اللي قلت لكم من شوية الناس اللي عايزة تخس تاخد فايبر ليه لأنه بيديك نوع من أنواع الإشباع يعني يحسسك بالمل فبالتالي ما يخلكش تعمل تعمل overeat overeat اللي هو قلنا الأكل الزيادة وكمان هي ما بتمدكش بالطاقة ف تخليك تخس مش بس كده بتديك بتريح المعدة تك زي ما هو بروفن تسطميك على استنيش البرولم such as الكنستيباشن الكنستيباشن اللي هو نصو بالإمساك يعني تعمل تسهيل للإخراق هو فوائد الفايبر زي ما يمكن تسهيل خليسترول خليسترول و بخفض نسبة الكوليسترول في الدم ويضبط نسبة السكر في الدم فايبر للثمرات الكاملة لما تكون صمرة كاملة على بعضها كده بتكون جوابة بتكون المنجة يعني المنجة غلية جدا بالألياف في المناسبة للإخراق لنختصر أو في الملخص يعني دي تيري فايبر إزا جروب بلانت بولي ساكرايد الألياف هي عبارة عن مجموعة وشاف أني معيش حد فهو رجل برنامج كل شو يقول أنت معكش حد طيب الألياف هي مجموعة نباتية تنتمي إلى البولي ساكرايد اللي هي متعدد الخلايا ذات أرنت لا يتم هضمها و أبزورب بلانت 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 باكتيري الكالكتوز تو يولد غلوكوز يعني بيقول الجسم الإنسان ما بيستطاع شي تكسرها زي النشويات وزي السكريات ولكن اللي بيحصل أنه بيتم يعني تأسيمها إلى جزئيات صغيرة عن طريق البكتيريا النافعة اللي اسمها السليلوز عشان تدينا تحول جزء منها إلى الكولوكوز اللي أنا عايز أقوله أن الفيبر ما بيتمدناش بنسبة عالية من الطاقة بتدينا حاجة بسيطة جدا من الكولوكوز هناك السليلوز السليبل فايبر دسولب ويحصل في السليلوز في السليلوز في السليلوز أو الماء بالمناسبة السليبل فايبر برضو تلاقيها منتشر جدا في العصير لما تضرب منجة في الخلار تلاقيها تضربها جامد يعني تلاقيها دابت في الماء كده أو نعدمت أو قلت بعكس الانسليبل فايبر مهما تعمل يعني يجيب بشوات ردة مش دقيقة ردة ردة العيش دي أو نخالة الدقيقة وحطوا في الماء كده هيتعمل له دي الصول من الووتر مش هيدوف في الماء هيتكون حاجة كده زي السليلوز وزن دي برين مش مش هتحول إلى يعني نوع من أنواع الزوابان لا خالص هتبقى يعني زي أولت كده موجودة في الماء الجزء اللي بعد كده How does body process الكربوهيدرات كيف يتعامل الجسم مع الكربوهيدرات وزي ما احنا قلنا من شوية الكربوهيدرات على نوعين فكيف سيتعامل الجسم مع الكربوهيدرات سواء كان الكربوهيدرات الكربوهيدرات المعقدة المعقدة الكربوهيدرات اللي هي غير معقدة الجسم الجهاز الهضمي لجسم الإنسان يحويل الجهاز الهضمي لجسم الإنسان طيب زي بلاد ستريم اللي هو ضغط الدم أبزور بكلوكوز ضغط الدم بيمتص هذا الكولوكوز and uses it as energy to fuel the body عامل كده زي البنزين بيحترق فيديك الطاقة يبقى إيه اللي بيحصل الديجيستف سيستم اللي هو الجهاز الهضمي بيمتص أو بيكسطر الكربوهيدرات لكلوكوز أو سكر الدم يعني كلوكوز أو سكر الدم طيب وضغط الدم بيمتص الكولوكوز ده ويبدأ تحويله إلى فويل فويل يعني وقود أو بيحرك الجسم زي قلتلكم البنزين كده ما يتم بحرقه حرقه ويتحول إلى الطاقة بتحرق العربية هي نفس الفكر هي نفس المفهود إحنا الكربوهيدرات يدخل جسم للإنسان جهاز الهضمي بيكسر يحول الكولوكوز ضغط الدم ياخذ الكولوكوز ده يحرق الكربوهيدرات بتأثر على السكر أو يعني كمية الكولوكوز اللي بتدخل الدم تحويل الكربوهيدرات يمكن تحويل الكربوهيدرات تأخذ نسبة عالية من الكربوهيدرات بيرفع مستوى السكر في البلوكوز اللي هو سكر الدم هاي بلاد شوجر اللي احنا ليه مسمى علمي بنسمي هايبر جليسيميا كان بوت بادي ات ريسب يقولك ضغط الدم يفتعه مرتفع لما تأخذ نسبة عالية من الكربوهيدرات بيخلي سكر الدم عندك يرتفع ومع استمرار الموضوع ده ممكن يعني يعمل لك نوع من انواع المشاكل في ضغط الدم على العكس الناس التانية اللي ما بتاخدش نسبة عالية من الكربوهيدرات او بتاخد نسبة اقل مش النسبة الطبيعية يعني تاخد اعلى يبقى عندك مشكلة السكر او الضغط يعل عليك تاخد نسبة اقل يجي لك هفوط اللي احنا منسميه ضغط الدم يسميها هايبر جليسيميا والتانية اسمها هايبر جليسيميا يبقى خلي بالك ان احنا لا ناخد كمية اعلى ولا ناخد كمية اقل هنا الجزئية اللي بعد كده بتتكلم عن common food with carbohydrates دي اللي هي العطعمة الغنية بالكربوهيدرات وده ان شاء الله نشرحها في المحاضرة الجاية اشعايز اشرح كمية كبيرة عشان ما عنديش عدد كبير بين الطلبة مموجودين ان شاء الله بإذن الله استكمل معاكم محاضرة الجاية هراجع بصرعة كبيرة جدا عن الجزئية اللي احنا شرحناها وانكمل بقية الكربوهيدرات والفرق مبين الصندل والقمبليكس كربوهيدرات تمنى من المحاضرة الجاية يبقى الطلبة موجودين معنا مرة تانية بشكر حضراتكم اشوفكم على خير بإذن الله بكرة بيوم التلات في المحاضرة الفيزيكا اللي الموجودة في المحال شكرا السلام عليكم اشتركوا في القناة